أنهت البرصة المصرية التعملات على تراجع جماعي للمؤشرات بدغط من عمليات بيع من المستثمرين الأجانب بينما مال التعملات المصريين والعرب نحو الشراء ترجع رأس المال السقي من نحو مليارين وسبعمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى سبعمائة وثمانية مليارات ومائة مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات ترجع مؤشر إي جي إكس الثلاثون بنسبة سبعة وسبعين من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى أحد عشر ألفا ومائة وتسعة وثامنين نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط إي جي إكس سبعون بنسبة أربعة من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى ألف وثمانية واثنتين وخمسين نقطة وارتفع مؤشر إي جي إكس مائة بنسبة أربعة عشر من مائة بالمائة ليغلق عند مستوى ألفين وثمانية وخمسين وثلاثين نقطة